خبار الأول الذيÓ لعدنا عن نورستار ، ووصلوا لحسبها بالإنستغرام ل 2011 مليون متابع اشباله ، ألف مبروك ، عقبال 10 مليون نارة وطبع لتنسون يا حبايب إنوو تبركو عليه بلكومنتات عالي الأكس arrest انا ب 몇 الوقtt أو يوطون الحسبها بالتكتوك للسтовين المليون متابع فهم س Punch ! ألف مبروك ما بقى بشيiew وطبع لاتنسون يا حبايب لو تبركو عليه بالكومنتات على هذه الأكس fuzzy ونتقل بعد أهم النورستار وزواجها بالنورستان نزلت هذا المقطع على التيك توك إذن كان هي وهي التان وضعتما الفيديو فوتوشوب أنهما قاعدين يتزوجون فشوفوا المقطع مالتا وشنو قالت به على الموضوع أنا اللي بعرف الواحد بيخطو بيتعرف بس دغري زواج وهلاهل وغلغغيش وإذا ويعزر الشكل يتطلع من فيشل نوميك فكتبنا يا حباب بالكومنتات شو رأيكم بالعلاقة اللي قاعد يصير حاليا بين هتان ونورستارز نتغل حاليا التهجم المتابين على بيسان اسماعيل بالنسبة للسبب الأول أنه قمر مار نزلت هذا التيك توك اللي كانت بيه بيسان اسماعيل وأناس الشايب ولكن هذا التيك توك الحذف من التيك توك نفسه بسبب أنه بيسان نوعا ما تلابس ملابس طالع بها بطنها لهذا اللي خلي قمر مار نتنزل هذا السوري قاعدة تبتي بيه أن الفيديو الحذف بالنسبة للسبب الثاني هو انتشار هذه الصورة إلها بالتيك توك وبالإنستجرام نوعا ما كان ظاهر ملابسها الداخلية ومن ظاهر أشياء زي 18 يعني مادر الصراحة يمكنهما يمتعون منتابهين بالمونتاج قاعدة من يتجون للفيديو ونسوا يشيلونا هذا اللقط عليكم ونكتبونا بالكومنتات هل ستتحقظ التهجم التي تعرضت له أو لا وطبعا بالنسبة للبيسان اسماعيل فهي وصلت 8 مليون متابع على قناتها باليوتيوب فإن شاء الله ألف مبروك طبعا ما بقى شيء على 10 مليون يا رب إن شاء الله بأسرع وقت ولتنسوني يا حبايب نتبركونا بالكومنتات على هذا الإنجاز نختب المفاجئة إن جهزتها النورستار والتهجم التي تعرضت لها بنفس الوقت في النورستار نزلت على سبب الإنستجرام هذا البوست وبهذا البوستشامبي هذه الصورة واللي شات كاتبا عليها واللي هتخير المتابعين إنه تنزل كتابها الجديد اللي هي الفتاة أو تنزل أغنية على قناتها باليوتيوب تقول إنه صالها فترة تشتغل على كتاب مالتها وهذا حلمها اساسا من زمان فاكتبنا يا حبايب بالكومنتات تريدون الكتاب مالتها أول أول أغنية طبعا من نفس الوقت كل كومنتات صاري تهجمون عليها اللي هي من جمهور ناري بيوتيوب وغيرها اللي قاد يتهجمون على صورة مالتها إنه صورة مقرفة والشي يقول لها أنت تخوفين يتنمرون عليها ما در الصراحكم من أحبب بالكومنتات هل تستحقد التهجم التي تعرضت لها أو لا وبس الله حبايب نهو صلات المقطعات من الأقوة أعجابكم مسحطوا للاك شتركوا بالقناة جانا يكون في زي مقاطعات من كتلك القصص مع السلامة